يا أستاذ جمال كلام أستاذ عصام ده رأيه لكن في نفس الوقت هل لو كان مبارح ركلة الجزاء اللي ما دخلتش دخلت وصعدنا إلى كأس العالم كان حيبقى ده رأي مش أستاذ عصام أستاذ خليم لك رأي عموما أو النقد كان حيبقى المفروض إيه أو وجهة النظر الرأي لأنه ده نفس الكلام أنا برضو أقول كلام أعتقد أنه هو ممكن هيبقى مختلف وفي نفس الوقت مش بعيد عن السياق بمعنى بمعنى أنه كيروش مدرب كويس خلي بالك بس نحط بعدها لكن عنيد جدا خلينا نحن دلوقتي خلصنا مرحلة المساندة والتأييد المطلق الرأي دلوقتي بعد ما خلاص وصلنا لنهاية المشوار هو عنيد جدا ولا يستمع إلى أي وجهة نظر وده شيء برضو لازم نبقى مقتنعين أنه لا يبشر بخير لو تم تجديد التعاقد معاه أو التعاقد معاه من جديد لمدة أربع سنوات أصله كلام الراجل حتى بعد ما خلص المهمة طلع بيقول إيه دريم أوفر يعني الحلم انتهى عارف إن الأول افتكرت حلم المصريين حلم المنتخب طلع حلمه هو الشخصي يعني هو كان بيحلم زي ما فهمت من كلامه بقى بالتفصيل هو كان بيحلم إنه هو يوصل كاس العالم حسب كلامه للمرة الخمسة أوكي والحلم ده خلص لأ إنت هنا بتفكر في حلمك إذا كان حلمك أصلي تفرق يا كابتن الإسلام في إيه أنت حتى وإنت طالع مش بتعتذر عن إن عن إنك أخطاء لأ ده بيقول حلمي خلص وتشكرين أهو يا جماعة أنا همشي هو الحلم بتاعه هو نفس حلم المصريين لا ما أنا عارف هو نفس لا بتكلم علينا إنهنا مهتاجين سبع سنين ده رجل زهايمر يا جماعة لا هو لا تحقق بتكلم علينا إنه بيقولك إنه سي سي قعد سبع سنين لو قعد سبع سنين زيه أعمل لا لا الكلام ده ما عيب عيب يقوله عن مصر مصر بكتيره بيه من غيره من سبع أسابيع لسبع تشهر تبقى في حتة تانية لا وفي نقطة كمان هو إحنا ما كناش بعيد أو يا كابتن الإسلام عن التأهل الزبط لا كنا بعيد عن الفوز بكاس الأمم الأفريقية ولا كنا بعيد ده رجل بتكلموا عن ملامسة الكاس ولا عن كرة بلادي لا سؤال إحنا دلوقتي أحيانا هنتكلم عن ما هو قادم يا أصوز عصر الكلام عن الأداء واللعب الجميل في سبيل أنك تحقق حاجة طب خليك فجر أنك قلت أحيانا ما أنا بقول أحيانا بس آه لا تماما النهاردة بقى أنت لا خلتني بلعب كرة كويس هجومية ودفاعية ما فيش حاجة اسمها كرة دفاعية بحتة وكرة هجومية بحتة أنت لديتني أداء متكامل أوكي فنيا من الناحية الدفاعية والهجومية وفي نفس الوقت ما ديتنيش النتيجة وبعدين شكل منتخب مصر اللي احنا قلنا عليه أربع مباريات وقت إضافي في كاس الأمم الأفريقية ومنهم تلاتة وصلوا ركلات ترجيح ثم أخذتنا مرة أخرى يا مستر كيروش إلى ركلات الترجيح حتى في المباراتين دول مع المشكلة هل أنت ضامن أنك لما توصل لركلات الترجيح تكسب؟ ده ركلات الترجيح دي أضعف نقطة ممكن تعتمد عليها مضبوط يعني بدلا من كده ما أنا لسا كنت بتكلم حتى برا قبل ما تروح المباراة داكار أنت كنت متقدم بهدف هذا التقدم بهدف يبرر ليك ويغفر لك أنك تحاول تحافظ عليه نهايك لفترة من الوقت الفترة دي ما طالتش يا كابتن إسلام ثلاث دقائق لا بس خلي بال حضرتك أنا حتى قلت الكلام دا ماذا سفر سفر زي واحد سفر زي اتنين سفر يعني إيه يعني سفر سفر أنت خلاص وصلت واحد سفر هتلعب أكسترا طيب لكن واحد سفر تقدر تجيب هدف يعني في الآخر المحصلة أن أنت لو جبت هدف واحد كاميرون كاميرون وكانت ملعبتش مش كذبان أنت ملعبتش على دا بقى أنت لما جي فيك الجون اللي هو الإقوال اللي هو التعادل خلاص المفروض بقى تتحرر المفروض تتحرر أنت لم تتحرر يعني يبقى حضرك برضو مش مع استمراره أنا مش مع استمراره للأسباب اللي أنا بحكيها دي وكمان لأنه هو ستابر نعنيد يعني يعني مخه هقول لك برضو كلام العيز كارلوس كيرو لا يقتنع لكن ما هيقول لك مثلا منويل جوزيكا كده منويل جوزيكا لا يقتنع بسي منويل كان بيحقق بطولات بالزبط ما أنا عارف إحنا ليه بعد فترة من تولي هذا الرجل المهم انتقدناه في الأول على عدم اختياره للعيبة معينين كارلوس كيروش أيه مثلا مجد أفشا طريق حيات لا لا دا كتير دا كتير يا صف عدة بقى تلاقي كتير أحمد عبدالقادر زيزو أحسن لعيب زيزو أحسن لعيب ايه الفكرة في ان انت تجيب محمود علاق محمود علاق ومخليه ومخليه قاعد وجايل عليه ناس تدع ايه الفكرة ان انت تتجمع التجمع الاربعيني الأول ايه الفكرة انك ما تجيبش منه مالكت لامم اربعين ليه من الأول وبعد كده بعد كده احنا قلنا خلاص الراجل دا بيزعل من النقد قوي والتدخل في شغله فقلنا له اختار اللي انت عايزه وهنحزبك بعد المباراة وهنحزبك في النهاية اللي حصل دلوقتي احنا بنتكلم بقى واحنا سايبين ايدينا احنا مش خايفين ان احنا نقصر على معنويات المنتخب فنتكلم برحيطنا